زي ما كنت بقول لحضراتكم بقى بخصوص ملف التربية والتعليم الدكتور طرق شاوي وزير التربية والتعليم النهاردة كان بيأكد على فكرة استمرار أو بداية تطبيق نظام التعليم المصري الجديد في موعده في شهر سبتمبر اللي جاي وإنه كل من يقدم أو كل المدارس كل نظام التعليم اللي بيقدم الشهادة المصرية خاضع لهذا النظام تأكيد جديد مرة تانية بعد ما كان في عدد من المطالبات أو بعض وجهات النظر اللي تقالت وكانت بتطالب فكرة تأجيل أو أنه التأجيل ده يتم السنة اللي بعدها المعلومة الأساسية لازال بعض الجرائد أو بعض الوسائل الإعلام بتقول بتعلق على اللي احنا بنقوله بس بيستخد يغير الجملة يغير اللفظ يرجع الأسئلة كلها تاني فأنا بس والنبي عاوزكم تساعدونا اختيار الألفاظ اختيار الألفاظ مهم في جريدة حتى النهاردة خبر كبير جدا فوق فالناس طبعا بتقرب مش كله سمع فواحد بيقى تأجيل ما فيش تأجيل لأي حاجة ما فيش تأجيل نعم نطبق نظام التعليم المصري الجديد اللي احنا فعلا متحمسين لقوه نفسنا يكون ده أمل كبير جدا هنحطه على الأرض في سبتمبر خلاص في كل المدارسة اللي بتديش هادة مصرية ما ما ينفعش يبقى فيه نظامين فيه نظام قديم خلاص مات اللي جاي في قولة ابتدائي اللي في النظام من زمان اللي في تاني ابتدائي هيمشي لحد ما يخلص ما فيش مشكلة ده ما عليوش سؤال خالص اللي في تاني ابتدائي وما فوق ماشي لحد آخر الخط زي ما هو نقدم له خدمة كاملة لحد ما يخلص اللي قصة نكلم عن الجديد الجديد ما ينفعش نستسني منه حد لازم مناهج جديدة وطرق تدريس جديدة وامتحانات جديدة عشان ناخد نفس شهادة المعلمين عشان الناس بتسأل الخريطة بتاع التدريب المعلمين فانحاق الجمهورية هتكون متوفرة ليهم بعد 15 يوم مش للإعلام متوفرة ليهم بس عشان اللي بيقول امتى هيدربوا هيدربوا في شهر يوليا وأغسطس فالمعلمين هيجهزوا في شهر يوليا وأغسطس وهنختارهم اللي هينضموا للنظام الجديد دول هنختارهم زي ما بنختار المعلمين في المدارس الياباني يعني هنختارهم بمسابقات ازاي يخش في التدريب رياضي الأطفال او في السنوي الموضوع التابلت ماشي في سكيته موضوع البنية الأساسية بتاعت مدارس المرحلة السنوية برضو اتعملوا خطة كاملة وهتكون المدارس دي جاهزة بالكامل لاستقبال نظام التعليم السنوي برضو في شهر أغسطس حاولوا تساعدونا كده ان احنا نقول للناس ما فيش فعلا حاجة يخافوا منه خالص يعني احنا المشروع ده ينكسب ينكسب